دم بارح نتنياهو قال شوية التصرحات الحقيقة يعني أكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء ليسوا دعاة سلام ولن يكون وأن هؤلاء موجودين فقط من أجل إشعال الحرائق والحروب قال إيه أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية وأفخر بذلك ده مين اللي قال ده من يميني تنياهو فقال إنه أبلغت واشنطن بأننا لن نسمح للفلسطينيين بأن يصبحوا سلطة سيادي وقال كمان سنقوم بإنشاء منطقة أمينة تبعد حزب الله عن حدودنا وقال اتفاق أسله سبب كمية السلاح في الضفة الغربية وده كان غلط وقال نقبل بشروط حماس بوقف كامل لإطلاق النار مقابل إطلاق الرهائم خلاصة القول نتنياهو بيقول ما فيش دولة فلسطينية ما فيش سيادة فلسطينية ما فيش وقف الإطلاق النار وكمان أسله كانت غلط وإحنا بنعترف بهذا الغلط ولن نكرر أسله مجددا ومش هقبل بقيام دولة فلسطينية وأمريكا بتضغط علينا سرا لكن إحنا مش هننصاع وبيقول كمان إن الدول الأوروبية رأيهم في إقامة دولة فلسطينية زي رأي إسرائيل بس بيقولوا هذه الأراءة سرا لنا يعني إسرائيل ونتنياهو فضح الجميع فضح الجميع ضع بيط المنطقة مش عبيط القرية بيقول إن الدول الأوروبية بتقول لنتنياهو وحكمته إحنا فاهمين ومتفقين وموافقين على اللي انت بتقوله بس هذا الكلام بيقال سرا وبيقول إن الأمريكان إحنا بلغناهم إن ما فيش دولة فلسطينية وأسله دي كلام فارغ ولن نكرر هذه الغلطة مجددا ده مين اللي قال هذا الكلام ده بين يمين تنياهو وأنا أكاد أجزم أنه أصيب بحالة سعار وحالة جنون يهزي بعدها هذا الرجل لو زعيم اليمين المتطرف أسوأ من حكم دولة الكيان المحتل إسرائيل بيمارس إرهابا ده مش رئيس وزراء ده زعيم عصابة ده مش رئيس وزراء ده إرهابي ده مش رئيس وزراء ده قاتل ده مش رئيس وزراء ده دموي ده مش رئيس وزراء ده قاتل الأطفال بن يمين نتنياهو أسوأ من وطأت أقدامه أرض فلسطين المحتلة النهاردة بيمارس قتلا على الهواء بيمارس عنفا على الهواء بيمارس تمييزا عنصريا على الهواء بيمارس إبادة جماعية على الهواء والعالم صامت والنهاردة بيخرج بيقول ما فيش دولة فلسطينية ما فيش حل الدولتين أنا غلطان وإسرائيل غلطت إن هي عملت اتفاق أسلو ومن ثم لن يكون هناك دولة فلسطينية وأنا عرقلت ولي الفخر عشان بس الناس اللي بيكلموا على إمكانية إقامة السلام بقول لهم لا يمكن للسلام أن يقام من طرف واحد السلام من طرف واحد عمز الحب من طرف واحد السلام من طرف واحد ما ينفعش هل راقصه التانجو يمكن واحد يرقص تانجو بمفرده لا يمكن رقصات التانجو محتاجة اتنين محتاجة شريك معاك حتى يكون هناك رقصة كاملة السلام محتاج طرفين اللي اتنين مؤمنين بالسلام وبيجهدوا من أجل تحقيق السلام وعندهم قوة وشجاعة من أجل السلام لأنه خد بالك السلام أخطر من الحرب والسلام أصعب من الحرب وتحقيق السلام أصعب من النصر في الحرب السلام محتاج قوة السلام محتاج أنه يخرج من رحم الصراع والدم والألم والأزمات مفيش سلام مجاني لا يمكن يكون فيه سلام ببلاش السلام المجاني جذوبة مجانية بقول تاني أننا العرب بنتكلم من قصة لغاية النهاردة 20-30 سنة السلام السلام خطاب السلام السلام لكن الطرف الآخر حاطت فودانه ما لا يسمعه الطرف الآخر أصم آذانه عن سماع كل نداءات السلام ياسر عرفات وقفوا قال لا تسقطوا غسن الزيتون الأخضر من يدي وأسقطوه والآن أصوات المدافع هي سيد الموقف لذلك بقول أنه بعد تصرحات نتنياهو بالأمس أعتقد الوضع لابد أنه البعض أو الكثيرين يغيروا قراءهم الناس المطبعين اللي هم حالمين بأنه ممكن يعيش الجماعة الإسرائيليين بجوار العرب وسمنا على عسل بقول ده أعتقد ده نوع من الرومانسية التافهة أو سفاهة الرومانسية دي سفاهة رومانسية أو رومانسية سفيها أنه واحد مش مؤمن أصلا مش مؤمن بيك مش معترف بوجودك مش معترف أنك إنسان لذلك ارجع لمعلومات وأخبار الحرب أفضل لأنه إسرائيل لا تسمع إلا لغة القوة ولا تسمع إلا أصوات المدافع أنت تريد أن تسمع إسرائيل مزيكة هو بيقولك أنا هسمعك أصوات المدافع تقوله هسمعك تغريد البلابل يقولك أنا هسمعك أصوات القنابل كيف لنا أن نلتقي كيف لهذا أن يلتقي ويختلط بذلك